اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر كنت عملت فيديو قديم كده عن عضة الكلب وازاي نتعامل معها وايه هي الحاجات اللي بناخدها في المستشفى لو واحد عضه كلب اتكلمت عالمصل وتكلمت عن اللقاح اللي هم الخمس حقن المعروفين بتوع الكلب وعن التيتانوس تقدر تشوف الفيديو في الرابط تحت لكن بدأ يجيلي اسئلة كتير افرد ان انا خدت لقاح الكلب بالخمس جرعات وبعدين اتعرضت للعض مرة تانية هل كده هيبقى عندي مناعة فماخدش حقن تاني هل هاخد خمس حقن جداد هل هاخد حقن قليلة ولا ايه الموضوع بالزبط لقاح الكلب لقوا ان هو بيدي مناعة او بيستمر في جسم الانسان من 3 ل 10 سنين لكن التوصيات او النصائح بتقول ان لو واحد عضه الكلب وراح بالفعل وخد اللقاح بالخمس جرعات بتوعه وبعد كده بعد ما اخد الخمس جرعات كاملين اتعرض مرة تانية من كلب او من قطة او حاجة تانية فالمطلوب منه انه ياخد حقنتين بس من لقاح الكلب مش خمسة الحقنة اللي هي في اليوم 0 اللي هو اليوم اللي تم فيه العضة والحقنة التانية بعدها بيومين اللي هو اليوم 3 0 و 3 ومش مطلوب منه في الوقت ده انه ياخد مصل الكلب ولازم تعرف ان فيه فرق بين مصل الكلب ولقاح الكلب اللقاح هم الخمس حقن المعروفين المصل دي حاجة كده زي مناعة جاهزة وبنديها في اول مرة بس فمنظمة الصحة العالمية والسي دي سي قالوا الكلام ده وما حددوش فترة زمنية قالوا اي وقت طالما خد قبل كده خمس جرعات فاي وقت يتعد مرة تانية ياخد حقنتين بس لكن في بعض الدول بيأمنوا الموضوع شوية بيقولوا في خلال خمس سنوات بس ياخد جرعتين اما لو كان اكتر من خمس سنوات يعتبر مش محمي ونديله الخمس جرعات كاملين وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم